في تركستان الشرقية أو إقليم شينجيانغ كما تسميه السلطات الصينية يعاني المسلمون الإيغور من اضطهاد ممنهج لم يستثن حتى الأطفال ممارسات عنصرية وصادمة للحكومة الصينية ضد الأقلية المسلمة في البلاد كشف عنها تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية معسكرات اعتقال ضخمة يزج فيها مئات الآلاف من المسلمين بهدف إجبارهم على تغيير أفكارهم ومعتقداتهم الدينية ويرصد تقرير البي بي سي حملة كبيرة لبناء المدارس الداخلية في الإقليم تجري على قدم وساق من أجل استيعاب أكبر عدد من الأطفال فيها بهدف عزلهم عن عائلاتهم والبيئة الدينية واللغوية الخاصة بهم فضلا عن المدارس ومعسكرات الاحتجاز القائمة بالفعل والتي رصد التقرير وجود أعداد كبيرة من الأطفال فيها في بلدة واحدة ضمن تركستان الشرقية يعيش أربعمائة طفل بلا والدين بعد احتجاز آبائهم وأمهاتهم في معسكرات الاعتقال الصينية بينما تعد السلطات الصينية لاحتجاز الأطفال في مدارسها الداخلية المعدة لطمس هويتهم الثقافية والدينية السلطات الصينية من جهتها تقول إنه يجري تأهيل الإيغور في مراكز تأهيل مهني من أجل مساعدتهم على مواجهة التطرف الديني لكن الأدلة تظهر أن الكثيرين يحتجزون لمجرد تعبيرهم عن إيمانهم الديني مثل الصلاة أو أن ترتدي النساء الحجاب أو بسبب وجود صلاة لهم مع تركيا التي يتشاركون مع سكانها الانتماء العرقي وإمعانا في الاضطهاد ضد مسلمي الإيغور فإن هناك تجاها صينيا لوقف استخدام أي لغة غير الصينية داخل المدارس في تركستان الشرقية عبر تحديد أنظمة عقوبات صارمة في حال استخدام الأطفال أو مدرسيهم لغة أخرى بينما يغيب أي دور مؤثر للمجتمع الدولي عن هذه القضية ربما لأن العملاق الصيني هو المتهم هذه المرة ترجمة نانسي قنقر